اشتركوا في القناة 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 ودي مهمة جدا ما خلوش الفرقة يوم واحد بدون مدرب خلوا قط اللبس يبقى فيها انضباط وما فيهاش تشتت بمعنى ودي سعدت مسماني جدا ان انا لما كون في مدرب وتغيير مدرب اللعيبة بتتساءل من اللي جاينا وبياخدوا حيس كبير قوي من تفكيرهم ولكن ادارة النادي الاهلي وفرت المدرب لدرجة انه لعبه مباراة والمدرب مشت اخده يوم اجازه وبعدين رجع قد اول تدريب ودي يمكن الكابتن هاني ومدرب كمان عارفها انه لما انت بتعمل استقرار جوه قط اللبس بيعود عليك في الملعب فدي البداية لازم نحيوم عليها ده رقم واحد رقم اتنين ادوا المسيماني راحة نفسية بان اللعيبة يكون عندهم استعداد ده في البداية اما المسيماني وحتة ان انت تجيب مدرب من خارج الصندوق تفكير مصر ودي حاجات جديدة والنادي الاهلي احنا عارفين ان هو دائما السباق دائما اللي بيعمل البداية خطة البداية في كل الاحوال وفي حاجات كتير قوي فاحنا لو جينا تكلمنا على ان المسيماني عمل تغيير فني لأ لسه لسه هنتكلم تغيير الفني يعني بيجي بعد مدة طويلة احنا محكمش برده احنا متفطين احكمل لك دي يا كابتن هاني هو التغيير ايه الزهني التغيير بتاع النفسي ودي حاجة مهمة جدا هو بدأ يشتغل عليها الحاجة التانية المهمة احنا شفنا مباراة انبي بمشاكل الفرقة اتخذت ببساطة اللي هي الاصابات وعدد الاصابات والاماكن النقصة كتير قوي في الفرقة وفي الملعب فاللي حصل انه تعويض الفرقة وعمل التوليفة الجديدة اللي اتعملت افتكر ان هي فيها فكر كويس رغم ان فيه واحدة تانية وثالثة وربعة ممكن يعملها ولكن بدأ هو عارف لانه قير النادي الاهل كويس حلوة قوي ان مدرب حابب مكان نفسه يتمرن فيه فأتلاقيه متابعه طول الوقت ايوا وده موسماني من قبل ما ييجي مش بس لما جيه هو متابعه على طول لما تكون امنية امنية مدرب انه يدرب نادي بيتابعه كتير وبيشوفه كتير فموسماني شاف النادي الاهلي ودرسه كتير قوي بدليل نحن شفنا التعويضة اللي عملها بأحمد فتحي ناحية الشمال ولازم نحيا أحمد فتحي في اي مكان أحمد فتحي يلعب فيه أحمد فتحي من اللعيبة الكبار جدا اللي انا افتكر انه هو بالامانة يعني من افضل اللعبين أحمد فتحي يدخل من ضمن العاشة اللعيبة الجيدين جدا والكويسين قوي سكان تاكتيكيا روح جدعانة قلب ودي حاجة مهمة جدا فاللي عمل الموسماني في الفرقة والتغير النفس يا كابتن هاني ده مهمة جدا عايزة ناشك في الموت كمان مهمة جدا احنا برضو عشان الناس نتكلم بعقلانية يعني احنا دايما بنقول ان الموضوع ان احنا مش جايبين ولو قدر الله لو كان حصل حاجة وحشة كنا نقول اصل الراجل لسه جاي يدد له فرصة فاحنا مش عايزين نقول ان فعلا عمل تغييرات كبيرة اول لكن فيه اريحية في الاداء وحاخد من كلام الكابتن حلمي طولان بعد المباراة هو النادي الاهلي لعب مع فيلر ولعب مع فالراجل قال لك انا حاسس ان لعبة النادي الاهلي بتلعب اريحية شوي وعدلة المعلقة باحسن شوي وخليني ارجع يعني انا كلمت مع موسيماني فقلت له انت عارف قال لي عارف لعبة النادي الاهلي بس مش متابعة دوري فانه ييجي في فترة صغيرة وكابتن سامي امصان اعتقد عمل مجهود كبير جدا علشان يقدمه الريبورت ويقدم له التقارير فنية وسيد عبو حفيز كمان وسيد عبو حفيز من نحية الادارية مسؤوليته كانت قوية جدا فده برضو يعني ده يحسب للناس مال عادي يتخيل انه ممكن يكون هو ده المخ يعني المدرب السريع اللي حييجي في الوقت ده او كنا كلنا بنقول ان فيه مدرب مصري ممكن كان عادل هو اللي يمسك في فترة دي محمد يوسف انه دي كنا كلنا كنا 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 هنروح للحتة ديد في الفترة دي وان كان عندهم خبرات انه هما ناس شغلت في افريقيا ناس شغلت في دوري ناس اتعاملت كل حد من معنا وعادل بنكلم في حتة اللي قاله عادل كله تلخص في اللي حتة اللي عادلات اللي كنتفضلت يقولت عليه تحدي لاعب نفسه لاعب نفسه بتحدي لاعب نفسه بيثبت انه هو قادر على كل عادل ابد عنه الاصابات ابد عنه عن اي حاجة تفكيره دلوقتي وتركيزه كله في هدف هدف جماهيري هدف لنفسه هو مجد لنفسه هو اسم الاهل كبير جدا في المنطقة الحاجة الحلو اللي عاجبتني عادل ان الدنيا كلها حاسة بقيمة المباراة اللي جاية وبقيمة البطولة اوي فاحنا عادين هنا حاسين بالقيمة وهم كلعيبة بتارت تخش فيهم النازعة انا بتاريت لا انا كنت قلقان وخايف انما بعد اللي بشوفه بوجود الراجل الحمد لله عنده سقة كده عنده شخصية كنت الان امتا فترة الاخيرة للفايلر من ساعة كورونا اللي تم فيها ترشيح الاسماء اللي بعد فايلر يعني القلق دي جت لك فأني لحظة انا دايما عندي مقولة اللعب هو اللي بيعمل المدرم مش المدرم اللعيبة هي اللي بتنزل تلمي انا على اللعيبة انا على الفكة القلق كابتن عادل لو فقت اللبس عادل قلق الراجل ده نفسي نلمنا لم الحكاية ودي بمساعدة لجنة الكورة انهما التحضير السريع ودي كانت مهمة جدا كابتن شريف اتكلم فيها ودي مهمة انك ازاي ما تديش حيز من تفكير اللعبين وانه هو يفكر مين اللي جيله ومين المدرب اللي هيشتغل معاه تجاب دي مش في صالح حم ولا في صالح الجمجور هي قرة القدم بدايتها او الفرق الكرة بدايتها كابتن هاني مدرب كبير وعارفه في اكتر من مكان اشتغل بدايتك كابتن هاني في تحضيرك للمباراة قط اللبس انك انت ازاي تعد فرقتك نفسيا وازاي تعدهم انك انت هتقابل ممكن تقابل اسوأ المشاكل جوه المباراة لو هم ما عندهمش الجلد ده او التحضير اللي انت بتحضرها دي هيتعبوا منك فلما كان في اصابات الفرقة لعبت وليعبت بشكل كويس ممكن يكون الملعب يعني لما تيجي تقول لي مثلا عاربي بدري هنيجي لعاربي بدري لاني ليه قصة بس اخد من كلامكم معنا تقرير بيلخص كل يمكن الحوار اللي دار عشر دقائق ده موسيماني وشكل النادي الاهلي الجديد مع موسيماني من خلال التقرير مع حضراتكم ونرجع نكمل مع نجومنا ظهر الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي في ثوب جديد تماما مختلف ومميز منذ تولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تدريب الفريق خلفا للسويسري ريني فيلر وسريعا ما ظهر البصمات المدرب المخضرم الخبير في الكرة الافريقية مع نادي القرن مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات المبشرة لعشاق القلعة الحمراء خاض الاهلي مبارتين فقط حتى الان تحت قيادة موسيماني امام المقاولون العرب وامبي وهما فريقان مميزان في بطولة الدور ونتائجهما جيدة جدا في الفترة الاخيرة لكن موسيماني نجح في عبور التجربة الاولى امام ذئاب الجبل بعد 48 ساعة فقط من وصوله الى مصر بالفوز بهدف للا شيء كما كما تألق الفريق في المواجهة الثانية امام الفريق البترولي المدجج بالنجوم وانتصر بثلاثية نظيفة مع اداء رائع واسلوب لعب جديد ومختلف نال استحسان واعجاب الجماهير واشادة النقاد والمحللين في مختلف البرامج الرياضية موسيماني اظهر خلال المبارتين انه يحفظ الاهلي عن ظهر كل لاعب جيدا وهو ما ظهر في توظيفه لنجوم الفريق والمهام الفنية داخل الملعب وكذلك في الثقة الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المبارتين خاصة المهاجم المتميز مروام محسن الذي واجه سيلا من الانتقادات في الفترة الماضية لكنه رد كعادة ابناء الاهلي بشكل عملي من خلال تسجيل هدفين في شباك مما منح القادمين من الخلف الفرصة للانتشار في الملعب بشكل جيد وفرض أسلوب لعب الفريق وتحقيق المراد من المباراة كما أثبتت المبارتان اللتان خاضهم الأهلي تحت قيادة موسيماني أن هناك الكثير من التغييرات التي طرأت على أداء الفريق وشكل اللاعبين وطريقة اللعب وظهرت بصمات مدربي سانداونز السابق بشكل واضح فقد قام موسيماني بإعداد اللاعبين بشكل جيد واستفاد من كل لاعب في المركز المناسب له وفقا لما ظهر عليه في التدريبات القليلة التي قاد خلالها الفريق فضلا عن جرأة المدرب الجنوب إفريقي في الدفع بالنشئين وضم عدد كبير منهم لقائمة مباراة امبي بالإضافة إلى الاعتماد على الصاعد الواعد العربي بدر في مركز الظهير الأيمن من أجل الاستعانة بخدمات محمد هاني في قلب الدفاع الذي يعاني الأهلي من نقص كبير في عناصره للإصابة وبعيدا عن هذه الجرأة اعتمد موسيماني على المخضرم أحمد فتحي في مبارتي المقاولون العرب وإمبي في مركز الظهير الأيسر الذي لم يشارك به اللاعب كثيرا وقدم أحمد فتحي أداء لافتا وأثبت من جديد بالفعل أنه جوكر الفريق وعنصر من العناصر التيكتيكية المتميزة دائما في ظل طريقة اللعب الجديدة وضح منذ اللحظات الأولى لمباراة المقاولون العرب أن هناك تعليمات من موسيماني بالتسديد من خارج منطقة الجزاء والاستحواذ على الكرة من خلال طريقة الكرة الشاملة بتمرير الكرة كثيرا بين اللاعبين ولكن بشكل واذ السلبي وأن يكون الفريق كله وحدة واحدة دفاعا وهجوما كثير من التغييرات وظهور جديد مختلف بشكل أفضل نال استحسان الجماهير ومؤشرات تنبئ بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد بدأ عهدا جديدا بالفعل في مسيرة القلعة الحمراء ده تقرير عن موسيماني البدايات البدايات اللي احنا ان شاء الله بنتمنى ان هي تستمر حتى بعد البطولة الافريقية احنا عندنا اهداف كتيرة جدا يعني كابتن شريف من التقرير ده لفت نظري عشان حضرتك يمكن كنت مهاجم متميز وكنت اكتر الناس اللي بتدفع عن مروان مروان محسن شايف انه هو حتى بعد ماتشن برح تحديدا ازاي فرق تقلقه مع المسيمان ازاي ما كنا بتتكلم احنا دلوقتي او خلال التقرير بقى في شخصية حد واقف بره على الخط اه في حد انا حاسس بي وانا بلعب عندي تعليمات ولهم كانت ايه لازم نبول عادل لا احنا لسه مش حنمجد وحنقول لا ده احنا لسه عايزين نتائج بوادر يعني لا ده انا عايز العب وحش واكسب اش ماتشات الجاية دي انا عايز نتيجة هو قال كده على فترة اه مش او حد يسألني يقول لي مسيماني عمل كورة مسيماني عمل الضغط لا احنا عايزين مسيماني عايز يلعب سليم الماتش الجاي باي شكل يبقى في الفاينال حنسقق كلنا مسيماني لعب ماتش هايل دي نجمة سحيلي اللي لعبناه عشرة في اول بطولة واتغلبنا واحد سفر هناك ما ما رجعناش تقفنا ولا حاجة قلنا اه لعبنا كوي سالنتيجة دايما وفي المراحل اللي هي اللي هي دي بطولات والنهايات هي الاخيرة النهايات والخريات الشخصيات بقى اللي بتبقى موجودة وتخسسني بوجودها وبحس انا كلعب بامتي لما يرجع صالح مصر ويرح منازل افشا وصالح ويدي يمسكه بعض ويدي مركزين مع واحد الرجل بيحاول يقرب من اللعبة بيحاول خلي اللعبة تحبه وده الوقت ده صعب او انك تدرجم كل اللي فات في اسبوعين ثلاثة اربعة بنتائج لان ده شخصيتك انت متقبلش غير رفوز يعني حتى انت راح هناك المغرب تبقى عايز تكسب بيشهول ارجع متعادل لا لا تا عندك شخصية هناك من اللعبة دي ان هي بتعرف تروح على الجول بالنسبة للمروان زي ما حالك مروان كتمن اكثر الناس المدفعين عنه يعني في ظل هي نيت سابورت في الملعب يعني ايه سابورت يعني ايه نط الراجل ده يعمله الكرة بدماغه هو ياخد ويترب يروح الباك ويعملها له صح فهو يعمل الحتة بتاعته السنك وروح معدي وروح تيجيله الكرة وعمله مرتين مره عملها له الشناوي ورح عطتها على وجه رجله ورد وانا كنت في قناة تانية بتكلم قلت عادين يقولولي مين احسن مهاجم قلت له ما انا لو قلت بعد ماتش الزمالك مره موحسن دولتني هتحفلوا علي كلك وحفت لا علي مره موحسن اللي سابورت كرة وعماء فناصروا ربنا الماتش اللي بعدين على طول ونصرني معاه انا كنت باجري في الشاعة لما جاب الجوني نطيت انا طوله ربنا نصرق ونصرني معاك لان انا شايف ازاي تلعب بالراجل ده برضو كان بيخش منطقة الجزاء وبيشوته بياه ازاي تتحرك جوه منطقة الجزاء دي دي حس فرود حس سترايكر مش اي حد فيه لعيبة كتير او في مصر بس ما عنداش التيم بتاع الاهلي ما عنداش التيم بتاع الزمالك ما عنداش الاجناب اللي بتشتغل بشكل كويس او في الشكل الطبيعي لما يبقى عندك علي معلول وكان عندك لعيبة قبل كده وتكتعمل الشكل ناحية الشمال واجايدة كانت قصة تانية لان في وجود معلول ووجود كان رمضان اعتقد رمضان قولي ان رمضان جاده اصابة ما شفتوش فترة بعيد اوي ونادي قالي كان مستمر في الانتصارات وكان نجيبي عامل جبك ويس او في حال معلول اجيبي عامل شغل معوض الدنيا كلها فدي شخصيات اللي احنا بنعتمد عليها الفترة الجاية اللي حضريك بسأل علي شخصية عودة مروان هدفين منهم الاولاني صعب جدا انك توقفي وتسرقي وتروعي وتعمل بشكل احنا كالعيبة نقول عليه كده حرامي ده راجل سرق الجلدة الناحية التانية ده راجل هادي وأعصابه جميلة وحافظ الحتة دي كلها وبيحطوا الكرة بكل استقرار يجوز بقى الخط اللي قاعد برا ده هو اللي اداله السقة دي يجوز قاله كلمتين يا هاني رجعه انه يقف على رجل جديدة في الملعب يتحرك بدل ما كان بيدرب اسبرينتات على الفاضي والهوى والراجل قاعد تاني كده عارف انه ماشي ماشي ولا اخر ماتش انا ما شوتوش ادى تعليق واحد هو كان كلامه قليل جدا في الملعب ده نغير كلامه الماتش الاخراني فاير ما كان لديش العيب واحد في الملعب ماشي الصبح ساعة سابعة ربعة طهرت باريس دي او مش فاضي اوه مش هيدا ذنكيري يعني مش فاضي نامل انتو بقى تلاقي حد بيحاول زي ما انتو بتقوله وعادل بيقول بيحب الاهلي ونفسه بقى في الاهلي ونفسه يكسب الاهلي والفرقة دي كثبته وهم ما كسبها ما صدقش هي اللي يعني الاهلي عمله والاهلي جابه يعني فهمه زي عمله في الماتش اللي هو الاولاني والاهلي جابه فاجود لك للرجل واحنا بنعمل سابورت دايما للعيبة كلها عدم اصابات عدم اي حاجة فانا احنا املنا كله ان مصر هي بإذن الله اللي تتوج وخاصة النادي الاهلي بكاس افركة ان شاء الله كابتن عادل كنا بنتكلم كمان من ال وقبل ما ييجي مسيماني كنا بنتكلم على الولاد اللي طالعين من تحت وانت شفت المباراة اللي فاتت يمكن العربي بدر كان ليه نصيب وبدأ المباراة وظهر بشكل كويس وانت قلتلي ان العربي كمان مبلعبش باكي ميز بس ده كمان بيلعب نص ملعب هو العربي بدر كان لما جيت وامسك الفرقة كان بيلعب تحت في الفرقة الالفين واحد فانا لما جيت كنت جاي بفكرة ان عايز اعمل منتخب امل او فرقة امل للنادي الاهلي فاجمع اللعيبة حتى لو سنو صغير اوي اجمعه البروميس اللي هيلعب في الفريق الاول يعني فيمكن اول واحد لفت نظري العربي بدر وقلت لازم يبقى متواجد معايا في الفرقة اكبر فرقة في النادي قبل الفريق الاول يتواجد معي حتى لو سنو صغير ماسك سبعة و سنين اه وهو الفين واحد يعني اربع سنين وكمان الكلام ده من سنتين يعني كان سنو صغير لعب معايا مباراة كتير اوي كان اساسي عندي وكنت بعده حتى اخر علاقة كارترون في النادي الاهلي كان بيلعبني زي مباراود دي ما بين السبعة و سعين و الفريق الاول جيبت له عربي بدر و جيبت له محمد عبد المنم و جيبت له كريم يحيى و كريم يحيى و علشان يجي يلعبوا قدام شادي ردوان يلعبوا قدام الفريق الاول عشان يشوفها عشان احنا شغلنا اصلا في النادي الاهلي المفترض كل القطاع او كل الفرقة تخدم على الفريق الاول وتعمل لعبا للفريق فعربي بدر ديفندر جيد جدا لعيب ممكن يلعب باك رايت و ممكن يلعب كمان سير دي باك احيانا ولكن افضل مكان ليه هو الديفندر ولكن عشان فيه اكتر من لاعب ديفندر في الفرقة كبير ولعب كويس و خبرات ميزة ميزة ما يكون بيلعب زي احمد فتح كده ممكن بيلعب ديفندر جوكرا ولعب صغير في العصر اللي احنا فيه قل لاعب في الملعب لازم يلعب ثلاث اماكن و علشان المباريات الكتيرة قوي و علشان ضغط المباريات فلازم يبقى عندك اللعيب يلعب اكتر من ثلاث اماكن عنده مرونة تكتيكية تقدر انك انت لان احيانا مثلا واحد زي احمد احمد فتحي مين اللعيب اللي عدلته مين طول حياته و لما بنحتاجه سكان المنتخب يحتاجه فلعبه باكليفت ادى والنادي الاهلي يحتاج ويلعب باكليفت ادى انه منتخب مصر لما احتاجه مع هارونا دي هارونا كونيه لما فكر مع كاتن حسن شحاته لما مسكه مان تومان لهارونا كونيه علشان في صحل العجيه هو اللي كان عامل ضغط على المنتخب ده نعك كان بيلعب باكش وجابه لعبه ديفندر عليه او لعبه مساك لعب مساك عليه ومسكه كويس قوي ولعب عليه مباراة كبيرة فلانا لو انجليفت بتاع غانه في تصفات كاس العنا لعب باكريت ملمسوش كورا ما هو احمد فاتحي علشان كده انا بقولك اللاعب لما يلعب اكتر من مكان يبقى عنده مرونة بس دي تقديك لو انت عاوز تلعب اكتر بالمكان يبقى انت لازم تمتلك حاجة مهمة اوي الروح لما اللعب يمتلك الروح يقدر ان هو يعني ما بيعملش يعني بس بيقدي بأدوار مميزة في اماكن كتير وانا عايز اقول له عليك اückenة واحدة بس الراجل دا بيحب ان انت تدله المسئولية يعني هو صاحب اداء في الملعب لما انا بديله مهمة المسئولية يجي عاديلي يقوله اه النهاردة هتلعب في نص الملعب وعارف ان انت هتعمل مرة لعب ضد الاسماعيل وعمل سروب اصل واحد وضاه للجون ومرة راح جايب جول يعني اه جابتids جونال فاينال بتاع المصري هو المهم هنا كابتن المهم هنا ان التيم القرى يبقى في الامان على طول بمعنى النادي الاهلي كان عنده اصابات في مطشي امبي كتيرة اويت تحير اي مدرب تحير اي تيم وده اللي سامي يومسان ووصله المسلمين برضو كلم عن كثرة الاصابات في الفريق يعني دلوقتي يا سامي انا عايز اقولك ان ممكن كمان اي من اشرف يطلع باكليفت ويدكل محمد هاني سيرتباك وممكن يلعب احمد فاتح خصير دباك يعني المرونة التاكتيكية بتاع اللاعيبة ومرونة اللاعبة حمد فاتح w لما بينزل يلعب سيرتباك دي حاجة مهمة جدا لانه هو الملعب كله انت بتلعب في عشرين يارضة اللاعب ما ممكن بيبقى في وقت من الوقت بيبقى وانجليفت وفي وقت من الوقت بيبقى راس حربة وفي وقت من الوقت بيبقى سيرتباك وممكن يطلع ديفندر على المساحة اللي بيلعب فيها داخل الملعب اللاعب فعلشان كده أنا شايف أنه المباراة بتاعت إنبي قدت يعني عارف أريحية لمسيماني أنه يبقى عنده مكان واثنين وثلاثة عنده صبرت فيه لو حصل له مشكلة في إعداده لمطش الوداني وليس بيرمتز طب إحنا عندنا بقى مشكلة في دفاع الأهلي مع بيرمتز هيحلها إزاي موسيماني في رأيك كابتن شريف خلاص التعرف خلاص أنا تعرفت في مدة سهرة قوي على إمكانيات تلعيبة كلها أنها تقدر تبقى جواكر يعني أقدر أشوف أنا دايما كمدرب وأني عارف وعدل بشوف عناصر القوة في الفريق اللي أنا رايح ألعبه وعناصر الضعف إن الأول بابتدي بالكوة عشان أدي تعليماتي للناس بتوعي ده مقفول ده فرمي يعني خلوز حتة دي مقفولة عندي هاني أنت النهاردة ده الراجل آآ عبدالله مسلا السعيد هو ده اللي بياخد الكرة بيه وبيقدر يطرف الكرة بيقدر طلع أطرافه وكلام ده لا ده لازم في حد ما عمله شبكة يعني أكد نها كرة طايرة ما ينفعش يطلع يعمل لي سماتش في أي كرة يشوت كرة يعمل أي حاجة كبيره أو لو جي فاولة للحاجة يروح يشوته طينا مليش في حاجة يعني ده مش عادة إنما في عناصر كوة إحنا حطيني عينينا عليه وانا عندي عناصر كوة البديلة الدفاعية اللي الروح اللي إحنا كنا بنكلم عليها الجواكر اللي موجودة في الان فمتفتكريش إن إنتي عندك أزمات قوي لأن اللاعب بالروح يعني راجل ده لعب قدامي وأنا اتفرجت عليه كده شفته عادة أتفرج إيه مدى استمراريته في احترافه بيلعب بروح وحافظ الحتة دي بطول إيه ما بيتفلسفش الفترة الجاية ما عنديش فلسفة عنا الفترة الجاية عسكري في شطرنج هتطلعيني قدام شوية هتجبيه لي حد يسعيد كابتن شريف الحضاجة بتتكلم عليه مهم جدا مش عايزين فلسفة على المستوى التكتيكي مثلا بتتكلم عشان كده ممكن الراجل ممكن يكون لسه بيجرب بعض يعني شفنا لما حصل إصابة رجع حمدي فتحي وراء كسردباك هو بيحاول بقدر كمان يتعرف هو الكلام غير غير الملعب غير لما بشوف فممكن يتقلوا كلام بس هو كمان بيجرب في أماكن معينة هو بدأ مرة مثلا بعمر السولية وحمدي فتحي وبعدين مشيا كويس تفتكر مباراة مثلا بيراميدز نص الملعب ممكن يكون مين هيبدأ بأفشرة ولا يدي صالح جمعة مثلا يبدأ بيه يبدأ بعمر يبدأ بدي يونج وعمر السولية وحمدي فتحي ممكن يبدأ بيه سردباك ولا لا يعني انتوا شايفين ممكن تكونوا لحظة أنا حقول حاجة وأدي العادل طبعا الفاكوتش أنا حقول كلمة بس طنطا غير الوداد طنطا غير بيراميدز كويس أدي حمدي فتحي وراء وجلب في طنطا بس مقدرش أجرب في الوداد فأنا خلت عرفت عادل يقول لك في المشكلة اللي أنا عندنا دي طب خليني طب خليني يا كنت ان هنا اتقمص الدور بتاعك ثانية واحدة وسألك انت كرجل مدرد سؤالت صعبا لا لا هقول له يعني لما تكون انت اللي مسك النادي الاهلي في الوقت ده هتفكر في بيراميدز ولا هتفكر في الوداد لا اكيد هفكر في الوداد خلي بالك انا لو يعني انا لما سقول في النادي الاهلي ايوه اكيد مدرد مهم بس مش هاخد الحافظ ان اصل بيراميدز بقاله مدرد 3 فلازم ده لازم انا هاخدها لوجيك شوية الاهم عندي الوداد مباراة بيراميدز مباراة مهمة علشان احضر فيها احضر فيها لمباراة الوداد انا اعزي اقول لك انها انا 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 ا بروفة جيدة بروفة مكسب برضو وروح عالية وانك لازم تكسب بيرمتز المباراة لازم تكسبها ولكن بهدوء شوية انك انت داخل على مباراة الزهاب بتاعة الوداد وبعدين هترجع هنا فانت عندك مشاكل في الاصابات فما تروحش والوقت ديق جدا ما بين بيرمتز وما بين الوداد في اصابة مش هنعرف نعالج ولو عالجنا هيبقى فيه او حاش فترة اللي هي ما بين السبعة والثمانة ايام والتسعة ايام في اصابة لعيب يعني انت عارف لو بعد ثلاثة ايام هترتاح وتقول مش هلعب خلاص لو لو ألحق ملحقش ألحق ملحقش ايوة هتفضل طول الوقت انت مشغول ومشغول بيتكتكيا فاللي بيحصل لو عندي واعمل التجربة وبعدين لما تعمل التجربة فترة ويرجع تاني فالرجل اللي انت بتحطه مكانه احتياطي بيقعد برة تاني فانت خسرت لعيب عندك برضو انت كنت بتعده فهي المشكلة يا كابتن هاني ان احنا لازم نبقى لينا خطين احنا ماشيين فيه تمام ولكن الخط الاهم ان نشتغل فيه اللي هو الوداد اما خط البرامنت اكيد انت مركز له ولكن ممكن تلعب بيه باشخاص تانية تريح عناصر ما تقدرش تعوضها ودي مهمة جدا يعني مثلا انا لما اكون مدرب وعندي خط كامل فيه شك ان انا هيغيب عندي ثلاث لعيبة في مطش الوداد فيه شك يبقى انا لازم اقام من الخط ده ابعد عنه شوية ممكن اعوضه في المباراة دي بالناس تانية والحاجة التانية اللي احنا متأكدين منها اي يتم كبير في العالم وبالذات النادي الاهلي كل لعيب فيه مقيد فهو لعيب مهم فهو لعيب كبير فهو لعيب المفروض انه انه والمفروض انه يقدي والمفروض انه يلعب فعلشان كده احنا بنتكلم في ايه عايزين نروح لمباراة بيرامتز قوة تركيز كل حاجة ولكن الهدوء الهدوء اللي يخلينا ما نتهورش فيه اصابة ولا اتنين ومش بقول كده ممكن لقدر الله اللي عيب يتعور في تمرين ولكن برضو في نفس الوقت انا بعيد للمباراة التانية بنسبة 60-70% الثلاثين في المية دي انا بعيدها سريعا جدا عشان قبل ما نطلع فاصل كابتن شريف الكلام اللي بيقوله دلوقتي كابتن عادل ممكن يترجم ان احنا ممكن يوم الحد نشوف التشكيلة الاساسية اللي هيلعب بيها موسماني مع بيرامتز ودي تكون اللي هيعتمد عليها قدام الوداد في المغرب ممكن نعتبر ان اللي هيحصل قدام بيرامتز يوم الحد هو ده التشكيلة الاساسية لو هيلعب بتشكيلة اساسية لازم يدوم نصف الوقت يعني انا لازم يدوم نصف الوقت ما تدومش فول تايم يعني مثلا بلعب بلعب عمر السولية مثلا وكلاما ما تدروش تسعين دقيقة لازم رايحه للمباراة اللي هي الأهم عندي المجهود الأوفر لأن أنا محتاجه فيه حتى مروان مروان لو أخد المروان أنا ممكن جدا يعني مروان ده بالعاكد أنا عايزه فيلم وينينج يعني هو حاسس بأنه سكور هيكمل بقى أنا شغال في نفس المنطقة دلوقتي فأريح ممكن أنا وفي حد تاني يبقى ذكة عندي أقدر تديره بقى الأساسي هنا في الماتش ده بس هو اللي أنا عايز أحله إن إحنا عندنا مشكلة في الاتنين بس يمين وشمال عندنا كتير قوي نص ملعب ما شاء الله توفير حكاية أجايه مع مروان مع سينة شحات مع الحيطة دي كلها عندنا فيها سيناريو بيحصل لما وصل كمان عاشت يامه أكيد هكون وصلت لإحساس اللعب نفسه بأهمية المباراة أنا بقى دلوقتي ده ما بقول العادل لازم هو وفره إن هو يروح فيتك الفيتنس كويس قوي عنده استشفى كويس قوي في اللعب نفسه وحاسس إن هو عنده مشاكل هو بيلعب المباراة فبيدي كل الفنيات كل الفنيات بتاعته اللي موجودة لأنها مرة واحدة مرة واحدة أو مرتين تمشي صحة في المباراة وتعلمناه إحنا صغيرين من الكوتشات الكبيرة بقوله أنت بتلعبني أنا مصاب قال لي عادك مرة تمشي صحة في الملعب أكسب المباراة مرة تمشي وفره يعمل لي كرة واحدة سليم في الماتش خطيب يا خدا تك تسبنا الماتش وخطيب على طول بيلعبه ومتعور أنا بلعب فيها أنت كنت بتلعب في المباراة خلت باكه والجيلة والكرة يروح شغل شغل شغطة واحدة يخلص المباراة وأبو سليم هلل الدنيا دي إمكانيات وشخصية لعبة موجودة في تشيرت الأحمر عصاكت مش موجودة في العالم كله يعني تلاقي تيم الألماني تيم ويرك باور مكان سموه المكان ليه كله يعني بيجري وبيعا مش مفيش مشوفتش والد تحريف أوه في ألمانيا اللي تر باوريسكي ده على فكرة اللي كان الوهيدة اللي كان بيحاول يعمل يعني مفيش نيمار يعني مفيش نيسي كلهم هافياجية إنما تيم ويرك بيقف على رجله بيوصل سيمي فاينال وبيوصل فاينال وأصحاب بطولاتي عايز بس أقول على السؤال اللي كمان سألته سهام على أنه البروفر الأخيرة في الوقت ده في القرة القدم حتة البروفر والحاجات دي خلاص يعني عاوز أقولك إن ما بقتش تتعمل لأنه خلاص الموضوع اختلف اختلف لا مركزية الحاجة المهمة أنت في نهاية موسم في نهاية الموسم ما بيبقاش فيها بروفر للمباراة والفاينال دايما ما بيبقاش فيه بروفر يعني البروفر يعني مثلا لو أنت شفت الوداد في المباريات اللي بيلعبها الأخيرة دي مش هو ده التشكيل اللي يلعب بين نادي الأهلي على فكرة فعندهم في الدوري هناك بيلعب في الدوري هناك يعني حطت تلاتة بكدير أربعة هو بيعد للمباراة لأنه حطت عينه على المباراة رغم أن أنت عندك أرياحية أكتر أنت في حسامة دوري فإحنا دلوقتي الأرياحية للنادي الأهلي أنه هو يعد للمباراة أكتر بغض النظر عن احتكاكك بالمباريات وبرمت سيكيسبيك قبل كده والحاجات دي كابتن هاني فاكر لما قلت الكلمة بتاعت مش الأداء وكابتن شريف قال دي اللي هو أنا ما يهمنيش الأداء في الفاينال أه المبارات النهائية ما يهمنيش أداء أنا يهمي النتيجة أنا كوماندو طبعا ألن هارس يا كابتن هاني في الفاينال تلاتة ومسائية رحنا نلعب في ساحل العام هلعب أفريقا سبور رحنا نلعب فقال هندفع كويس قوي هنلعب أربعة خمسة واحد أوكي فطلعنا في المباراة هناك واحد واحد فجايين هنا لو تعديلنا في الفاينال لو سفر سفر اه لو سفر سفر هناخد البطولة فاحنا قلنا خلاص يعني احنا هناك بندفع قوي كنا بندفع قوي فقلنا خلاص الموضوع انتهى هنا بقى في أستاذ القهيرة النادي الأهلي طول عمره بيضغط وعاوزين نكسب وكذا جي ألا نهارس فجئنا قبلها بيوم وقال لنا ايوا تذكروا ان انا ههاجم انا هلعب بنفس السيستم اللي لعبت بيه فين هناك في ساحل العاج ولعبنا بنفس السيستم حتى الأفراد نفسهم اللي لعبوا هناك قالك مش اغيرهم لعبنا هنا وكسبنا وكسبنا علشان عشان إيه اللي حصل لنا علشان دفعنا كويس علشان احنا التعادل ممكن يوصلنا وكسبنا واحد طب انا عايز اقولك حاجة وكابتن شريف برضي لما بنقول كلمة بروفا مش بروفا بالاشخاص يعني ممكن جدا انا اعمل بروفا نخلال السيناريو المباراة مثلا بتاع الفيرمتز ان في وقت من الاوقات ألعب براسين حربة يعني ابدأ اربعة اتنين تلاتة واحد وممكن اخر نص ساعة اخر تلت ساعة اللي قدر الله والنتيجة وحشى هناك في الوداد وعايز العب باتنين راس حربة ايه المشكلة ان اجرب اللي بيعمله كله مدرب اللي هو الطبيعي مش البروفا ان هي استنبا ايه ممكن جدا في وقت من الاوقات لو مش محتاج انت عارب في مدربين بتعمل ايه كافة بيجي اخر 10 دقايق واسحب العيب ويلعب 10 اه فكرة عشان لو اترب من واحد ممكن جدا في مدربين بتحصل بتعمل بروفا ودي بتبقى ماتشات كمان رسمية بس ملهاش ملهاش افكت ملهاش ممكن جدا يقولك انا حلعب اخر 10 دقايق اروح مخرج واحد لعبه 10 انا البروفا بالنسبالي وعلي معلول جايلي هناك اه مش كده انا البروفا الوحيدة اللي بالنسبالي ايه دخول احمد فتحي في وسط الملعب في الص 여기는 سردبات في ص报 دي البروفا الوحيدة وحباد اوهاني باكم البروفا الوحيدة اللي مسموحة انه هو الراجل دا يجرب الراجل دا حاذب علي حسن اللي هيبقأ لعشان في حرية علي معلول بعد كده طبعي اللي هيبطدي بيه هي دي بس الحتة اللي احنا كان فيها الفنيات اللي هو ممكن يستنتج منها وجود أحمد فتحي اللي احنا بنكلم عنه بنشيط فينه الجوكر في الحتة دي انا مش فتوش في الحتة دي محمد هاني يبقى في الحتة دي مثلا احنا شبنا هاني سردباك وباك يمين اه كانت شايفة كنت اقولك علي الحتة دي هي اللي فيها بيقول لبعض من اللعيبة عالي كهرباء بعض التعليمات اللي هيعملها في الملعب بروفا للودات صح؟ بس يا هام ممكن مباراة بيرمتز يلعبها علشان ثلاثة اهداف في الملعب هدفين في الملعب أربعة اللي هي ايه انا ممكن المباراة دي بعملها عشان اشوف هاني هيلعب لي في البقرية ازاي هشوف عادل هيلعب في الديفندر ازاي ممكن المباراة دي كلها احنا شايفينها دي مباراة لكن هو مركز في ثلاثة اماكن هو محتار فيهم فهو عايز يلعب بيهم عايز يشوف ازاي أكيد هو محضر سيناريو في دماغه السيناريو اللي محضره أكيد ممكن من وجهة نظري لما المدرب بيتحير قوي بيوصل إنه هو مش أغير طريقة لعب بس أعمل مرونة في الطريقة بتاعتي بمعنى لما بلاقي عندي مشاكل في السرد باك وهيبقى عندي مشكلة يا كابتن هاني وانت دي يعرفها كويس أحط لك واحد قدامك أثبت ستة يعني أثبت أه أثبت أه قدامك وفيهم دربين بلعبه مثلا خمسة ما هو ما هو خمسة ثلاثة أربعة ثلاثة مثلا ما هو هيجي في وقت من اللقاءات إنت لو ما تأكدتش من سرد باكينك اللي هم معنى تمر اللي هو جميل لعبها ثلاثة خمسة اتنين لو تستطيع تحت منو الجوزي منو الجوزي اللي هو دلوقتي العالم كله بلعبها على فكرة بس بلعبها ثلاثة ثلاثة حرود عليك آخر حاجة سريعا جدا هو عنده تسعين دقيقة يعني يقدر يدور اللعيبة في الملعب في تسعين دقيقة يعني هو مش سوابت عندي أنا حلعب دول أول ما بينزله أول خمسة دهائق لا ده أنا من بره قدر أشوف حاجات جول ملعب أبتكرها أنا أشوفها هي دي اللي كنت بتسألي عليها البروفا فالبروفا تسعين دقيقة بالنسبة لي اللي جاية أقدر أدور كمان اللعيبة كلها مع بعض ده نص ساعة ده هنا ده هنا ده هنا ده هنا فهو عنده الفرصة الوحيدة دي اللي هي جاية له مش بكم الوقت هو بكم أنه يتفرج قد إيه الارتهاحية بتاعة اللعيف في المكان ده هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا المهم ده وقرارات ده القرارات المهمة لصدر عن الليحة اللجنة الخماسية اللي بتدير كورة في مصر بعد فاصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحطيم كل أرقامه القياسية السابقة وكأنه ينافس نفسه فقط في مصابقة الدور الممتاز المحببة والمفضلة له ولجماهيره العظيمة فبعد مباراة إمبي رفع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رصيده من الأهداف إلى واحد وسبعين هدف قبل جولتين على خط نهاية البطولة التي حسم لقبها مبكرا كما العادة ويفصل المارد الأحمر خمسة أهداف فقط لتسجيل رقم قياسي جديد يحسب له ليصل إلى ستة وسبعين هدفا محطما الرقم القياسي القديم والمسجل باسمه أيضا حيث كان الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولة الدور الممتاز برصيد خمسة وسبعين هدفا في موسم 2017-2018 ويعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدور الممتاز في موسم واحد وذلك بتسجيله خمسة وسبعين هدفا في موسم 2017-2018 كما أنه صاحب أكبر معدل تهدفي بنسبة ثلاثة وستة من المئة هدف في موسم 1957-1958 كما أن النادي الأهلي وصل زيادة فارق الأهداف ليحطم الرقم السابق والمسجل باسم الأهلي أيضا وهو بلاس 59 هدف في موسم 1974-1975 عندما سجل سبعين هدفا ودخل مرماه أحد عشر هدفا وأمام النادي الأهلي مبارتان ضد بيرامدز وطلائع الجيش وبإمكانه رفع فارق أهدافه عن أكثر من 63 هدف ويعد الموسم الحالي ثاني المواسم التي ينجح فيها الأهلي في حسم لقب بطولة الدور قبل نهايتها بسبعة أسابيع وكانت المناسبة الأولى في موسم 2004-2005 تحت قيادة السحر البرتغالي مانويل جوزي ويومها حسم الفريق لقب البطولة قبل سبع جولات من نهاية المسابقة وشوي على طول ليه جل بنته اللي رحل صده هناك وإيه عمد متعب جل المكورة عمد متعب عمد متعب وهدف جميل 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 إنه الأهلي صائد البطولات الذي نجح في التتويج ببطولة الدور الممتاز للموسم الخامس على التوالي والثاني والأربعين في تاريخه من أصل 61 نسخة للبطولة مبتعدا بفارق 30 لقبا عن أقرب ملاحقيه ومؤكدا استحواذه شبه الكامل على لقب مسابقة الدوري بعدما بلغت نسبة تتويجه باللقب 68% ليواصل المارد الأحمر تعزيز أرقامه القياسية في بطولته المفضلة ترجعنا مع حضراتكم مرة تانية والنجوم كابتن شريف وكابتن عادل التقرير أرقام قياسية وزي ما بنتكلم من أهداف النادي الأهلي بالرغم تحقيق الدوري لكن كمان فيه أهداف أخرى بجانب طبعا الاستعداد لمبارات الوداد إن كمان تتحق أرقام قياسية على مستوى عدد الأهداف على مستوى عدد النقاط ويعني دي ممكن جدا يعني تفكير موسيماني تعطالوا الحتة دي ولا لازم كل التفكير في مبارات الوداد بس ولا نمشي في كذا اتجاه موازية يعني نمشي في مجد الموسيماني مجد النفسه مجد اللعيبة يعني كل اللي في الأخير بقول أنا في السنة الفلانية حصلت على بطولة أفريقيا كمدرب كمساعد مدرب كجياز طبي ككل حاجة مسؤولة عن المؤسسة الكلية النهاردة كابتن شريف الأهلي النهاردة بيفصل مبينه ومبين الموسم التاريخي اللي احنا شفنا دلوقتي أو عرضناه في التقرير خمس أهداف بس ممكن موسيماني يعملها في المبارات اللي بقية في الدولة كابتن عدد أكيد هيفكر في كده برضو يعني ممكن احنا شفنا أنه التلات جوان في أمبي مباراتنا معاها التلات أربع سنين اللي فاتوا كانت بتتسم بأنها بتبقى 2-1-1-1-1-0 الحاجات دي لكن 3-0 بيديك انتباع أن كرة الأهلي بقت هجومية فأكيد التفكير في أنه يعمل الرقم ده وبعدين سهل من الصعب يعني ومحتاج استغلال الفرص بس ومحتاج أن اللعيبة يفكروا فيها طيب ليحة القيد للموسم الجديد طبعا اللي أعلنها اتحاد الكرة ممثلا في اللجنة الخماسية استوقفني فيها ثلاث حاجات أنا هقولهم وحضراتكم هتعلقوا عليها كابتن عادل عنده كلام كتير أو في الموضوع ده اللي لفت نظري في ملخص قرارات اللجنة الخماسية واحد أنه فترة التسجيل الأولى اعتبرها من يوم السبت عشر أكتوبر عشرين عشرين بتنتهي الأربع أربعة نوفمبر عشرين عشرين إزاي كابتن عادل هيكون آخر القيد أربعة نوفمبر هنا وأنا عندي نهائي بطولة سبعة نوفمبر سبعة نوفمبر كابتن عادل طيب خلينا نتكلم على درقم واحد أه أتكمل طب خلينا نتكلم على اللجنة الخماسية أو اللي بيدور الكرة في مصر دائما أول تفكير ليهم المفترض أنك أنت تريح أو تعمل أنت بتعد كمان الأندية الثلاثة اللي بيلعبوا في بطولة أفريقيا أنك أنت تخليهم يبقى عندهم أريحية يبقى عندهم فكرة طب أنا أسأل سؤال لو أنت عندك لاعب المفترض أنه ما بين أنه يتواجد في نادي أو يروح ينتقل لنادي تاني ولاعب أساسي في الفرقة في الوقت ده يوم أربعة وعندك مباراة فينال يوم سبعة لو الفرقة اللي هي عنده اللاعب ده هيلعبه فينال يوم سبعة يبقى أنت تحرمه منه أو ستة أنت هتحرمه منه لأنك أنت هتأيد أربعة خلاص هيمشي يروح نادي تاني فأنت بتحرمه فأنا أفتكر أن المفترض وأنت بتاخد القرارات دي ولأنها مش حاجة دولية يعني مش أنت تحط أنت تحط الأجندة بتاعتك على حسب أو اللايحة على حسب على حسب بإحتياج بإحتياج بطولة أفريقيا مش للأندية بطولة أفريقيا للدولة بمعنى الأهل لو كسب بطولة أفريقيا الزمالك لو كسب بطولة أفريقيا بريميدز لو كسب بطولة أفريقيا فهذه هتحسب ل فريق مصري فإنت إزاي إنت عاوز تشتت أي فرقة هتلعب فينال بمعنى إنك إنت في الوقت ده أنا كل عيب هنتقل لنادي تاني وهو لا يبقى أساس هشيله أضحي بطولة علشان أنت ما عملتش حسابك على كده أفتكر أني اللي حط اللجنة الخماسية كان لازم تفكر كويس قوي وكان لازم يبقى عندها بعد نظر في حدة أنه هو يوم سبعة أقفل القيد بعد الفايل أكيد كان في اعتبرها الملحوظة دي يعني أكيد طبعا لا أكيد ما هو ما أنت يبقى مصيبتين لو هم عارفين تبقى مصيبتين يعني أنا بتكلم في أنا بحط بحط معادي يعني حاجة مهمة ومش عارف أن الأهلي مثلا ممكن جدا وإن شاء الله يوصل يوم ستة يلعب البطولة النهائي وكذلك نادي الزمالك بصة يا كابتن هاني دي عارف هيخدني فين عارفتها تاخدني فين الحيطة مهمة ليه أنت كمنتخب مصري دائما ما بتعرفش تلعب إلا البطولات المجمعة عارف ليه أنها مفهاش إعداد ومفهاش استراتيجية بمعنى إحنا بنروح نلعب بطولة أفريقيا فبنعد في معسكر بنلعب البطولة كلها وربعة لكن لما تيجي تلعب مباريات متبعدة وإنت كاتحاد ما بتعرفش الديرها عارف ليه ما بتعرفش الديرها لأنك ما عندكش استراتيجية ما بتحطش مصلحة الفرقة في الأولويات أحيانا تحط مصلحة الأندية لما تيجي لمصلحة الأندية تغيرها أفتكر أنه لجنة الخماسية ما حلفاش التوفيق إن هي تعمل ممكن نغير ممكن تتغير لا لازم تتغير لازم تتغير سريعا لأننا مش نوصحة الأهلي لا لنشعر عشان الأهلي أنا برضو كاتن شريف أحيانا بنتكلم على ثلاثة أندية برضو عشان الناس أصلا أنت قناة الأهلي عشان أحمد فاتح إحنا بنتكلم على الطبيعي اللي يحصل اللوجيك اللي يحصل إن لو حد ماشي حصل لكن ممكن جدا المعادة يتأجل ليوم سبعة يوم تمانية وتدي فرص للثلاثة أندية ما أنت متعرفش مين اللي هيوصل للنهاية طبعا رقم اتنين كابتن شريف طبعا أنت نهاردة عندنا قرار مهم جدا أفتكر بقى الصدر عننا اللايحة النهاردة اللي هو نغمة المدربين المدرب رايح الجاي النهاردة عندنا قرار مهم جدا بيقول أنه لا يحق لأي مدرب تدريب فريق في حالة تقديم استقلته من ندي أو في حالة تم قلته هو بيسمح له أنه يدرب نديين على حد الأقصى يعني في المسم الواحد كابتن شريف إيه رايحك في القرار ده كويس جدا بس أقول لي زي القرار ده هيتطبق على الأجانب في الأهل وفي الزمالك لو يعني لو طبعا بنتكلم دخل مصر طبعا مش بيكلم عن حالة كارتيرون لما رحل التحاد السعودي أو التعاون يعني على فتنة السعودية عاملة دي وأنا ماضي عليها أنا ماضي عليها أربع المواسم اللي مسكتون في الدور السعودي أنا ماضي على الورقة دي في بداية الموسم إن لو أنا قدمت استعالتي من الفرقة ما رحش فرقة تانية الحالة الوحيدة اللي كتروح فرقة تانية إن النادي هو اللي يقي لك لما النادي يقي لك أوكي إحنا عالنا يعني حمده اللي عملناه بس في حالة المدرب كان أجنابي يعني أجنابي وراح برى مصر هت الموضوع ده يتعمل زي نفس الكلب نفس حكاية هو خلاص خرج برة المنظومة يا أنا لو جوه مصر بقا يروح لفرقة تانية ده مطبق عليه اهم أن هو يقدر يروح لو أنا لو أنا لو أنا لو أنا لو أنا إيروح نادي تاني نادي واحد يعني أنا ليه تجربة كمان ليه كمان واحدة تجربة كمان يعني ده الطبق على المدرب الأجنبي؟ مع كل مدرب مصري يعني كل المدربين في الدور المصري لايح تطلع في المصر لايح لما تطلع في المصر وبتديره حقوق كمان المدرب أجنبي مصري بيدخل جوا دي دي مهمة جداً لحاجة مهمة قوي إن الأندية لازم تختار كويس جداً الأندية مش هتجامل بقى الأيام دي إسه مصر هتقل شغلها شوية في حتة إنه هم يجيبوا مدرب علشان هيغيروا وينقلوا هنا وينقلوا هنا وينقلوا هنا وينقلوا هنا فدي هتبقى كويس أول هيبقى فيه استقرار فني جداً في الدوري هيزبروا على المدربين بفترة طويلة ومدربين كمان يزرعوا صحة كبيرة وهيختاروا يا كابتن هالي صحة وهيختار المدرب الجيد أول وعمري لما تعرضنا لحكاية فايلا وكاتيرون دي فجأة كده تخش تلاقي اثنين اثنين ماشين مع بعض ما أنت عندك القرار ده صادع بناء على اللي حصل فورد انه يحصل للقدر الله يعني فيه حاجات بتحصل عندنا في وسط فيه حاجات بعيدة عن ايدينا بس دي ايجابية دي ايجابية اه فحنا بنحاول نتلاشى الحكاية دي للانضباط الداخل لأي مؤسسة او اي فريق وده هيزبطه كمان المكملين ده وحتة ايجابية ان ما فيش مدرب دلوقتي هيشتغل غير لما يوصق عقده وفيه اتحاد كورب دي كمان نقطة منت ممكن تحط الكلام ده على الوراء اه المدرب فلان وفلان واعمل العقدي بيني وبينك حالك لكن مش هيقدر يشتغل غير لما يكون عقد موصق والمدرب مش هيقدر يمشي غير لما يكون العقد موصق لانه هيتحسب طب لو ايه قاله لو النادي بيقول المدرب يبقى لو فيه شرط جزائي بيرجع تاني للعقد اللي في اتحاد الكورب الموصق الشرط الجزائي بتاخد شرط الجزائي وتشتغل تاني إنه هو المدرب هو اللي ماشي أتمنى يكملوها علشان تبقى كويسة في حاجة مهمة قوي إنه يعملوا فترة في حقوق المدرب بمعنى عشان الأندية ورقاصة الأندية ما يقدروش يغيروا بسرعة إلا ما يكونوا محضرين فلوس المدرب أو العقد بقت عقد المدرب العقد يبقى مش بتكلم على إنه بيبقى موحد العيبة هو الموحد ولكن المدربين إنك إنت بيبقى عندك شرط جزائي ما تمشينيش إلا ما توفى للشرط الجزائي هذا كلام موجود برا موجود برا ليه عشان تفكر أكتر من مرة إنك تغير ده فيه أندية بتجيب مدرب وتغيره بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع أثنين شهر مثلا ممكن أنا عانيت منها علشان إنك إنت يعني عندك حتة المدرب تجيب اثنين وثلاثة حاجة تانية مهمة تخيل المدربين أخيرا سريعا 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 كابتن عادل شكرا كابتن آني شكرا شكرا بتشاربتونا في بيتك كبير كابتن عادل كابتن شيف نورتونا في البيت الكبير إن شاء الله على لقاء تاني بإذن الله إن شاء الله نبارك لبعض بإذن الله يا رب يا رب يا رب إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير تسبحها لها اشتركوا في القناة